وأنا برضو عايز إيه؟ يعني أعلق على نقطة مهمة أو إعنا أنا مش طالع النهاردة فخم في الفرقة لأن إحنا كسبنا مطش أنا بشوف أنه مطش عادي 2-0 مطش في الدوري الأداء برضو ما كانش قد كده وأنا بصراحة مش هاسأل خالص على الأداء في المرحلة دي خالص مش منطقي فمش عايزين نفخم أو في الانتصار إحنا الهدف بتاع النادي الأهلي إيه دلوقتي؟ بالمنظومة كلها إن أنت وده اللي احنا اتكلمنا عليه أول مبارح قبل مطش هنا قلنا الأهلي نقس له 11 مطش بكم نقطة؟ 33 نقطة أنت قدرت تاخد كم نقطة؟ خدت 3 من 33 نقس لك كم؟ 30 يعني نقس لك 10 مطشات هنفخم أو في لعبتنا ونديهم حقهم بشكل كبير جدا 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 بعد بإذن الله واحد أحد يقدر يفوزه في العشر مطشات اللي جايين وننتظر بقى إيه؟ إن الدور يكون ناصبنا الدوري في إدنادي الزمالك دلوقتي لكن لسه الدوري مستمر والمنافسة قائمة بالأهلي وزمالك وبيرامنت اللي فزع إسماعيل 4-0 مبارح فإحنا هنتكلم بشكل إيجابي جدا على لعبتنا الرجالة لما بإذن الله يقدروا يجيبوا 30 نقطة النقصين والعشر مطشات النقصين في بطولة الدوري بإذن الله هم قادرين على كده رغم أن فيه صعوبات كتير جدا تتعلنك بالإصابات وآخرهم إصابات مبارحة حراركم التفاصيل بتاعتها فبالتالي ممكن الناس تقول لك خلي بالك يعني إذا مالك برافو قوي نواخات كاس مصر عنده قيمة محددة من لعبين كان موقوف كده كانوا مشعر فيه كلام من ده الأهلي تريباً بنمر بنفس الظروف الأهلي قوي ما كانش موقوف كده وتعاقد مع لعبها مميزة وكل الكلام من ده لكن إصابات غير طبعية ده ناتج عن إيه؟ ناتج عن ضغط المطشاط المطشاط والمشاركات الكتير في مختلف البطولات فيها كلها عوامل بتؤثر لكن إمبارح لا في ناس أو المباراة بشكل عام الفرقة كلها عملت مطش بروح مختلفة بروح مختلفة لأن ده كان ينقذ النادي الأهلي على مدار المباراة السابقة فنتج عنها فوز مهم جداً جداً تقدر من خلاله تبقى جاهز معنوياً لما هو قادم وتقدر من خلاله أن تترجع سيقطك في نفسك سواء على صعيد الجهاز الثاني أو حتى على صعيد الفريق نفسه عناصر تلعب في الملعب